أبناءنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف العاشر الثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في درس من دروس النحو وهو لا النافية للجنس في هذا الدرس سوف نتناول لا النافية للجنس باعتبارها حرفاً ناسخاً يدخل على الجملة الإسمية ويكون لها معناها وعملها ما معنى لا النافية للجنس وما عملها وما شروط عملها وما أنواع اسمها وما أحكامه وهل يمكن الاكتفاء باسمها أو خبرها عزيزي الطالب هذا ما سوف نعرفه بالشرح والتحليل بعد فاصل قصير فتابعنا أهلاً بكم أبناءنا وبناتنا من جديد في درس من دروس النحو قلنا إنه لا النافية للجنس ما معنى لا النافية للجنس وما عملها وما شروط ذلك العمل وما أشكال اسمها وهل يمكن الاكتفاء بالاسم دون الخبر أو يمكن الاكتفاء بالخبر دون الاسم هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله تعالى في درسنا هذا ولكن دعونا أبنائي وبناتي الطلب والطالبات نذكركم بالنواسخ النواسخ التي تختص بالدخول على الجملة الاسمية فتغير فيها تغييراً خاصاً تعالوا معي النواسخ أنواع منها ما هو أفعال ومنها ما هو حروف الأفعال كان وأخواتها التي درستها في هذا الفصل وكاد وأخواتها التي درستها في المرحلة المتوسطة ما أثرهما في الجملة الاسمية إن أثرهما كما درست ترفع المبتدأ ويسمى هذا المبتدأ اسم كان أو اسم كاد وتنصب الخبر ويسمى هذا الخبر اسم خبر كان يسمى هذا الخبر خبر كان أو خبر كاد أيضا من الأفعال النواسخ ظن وأخواتها وسوف تدرسها في الفصل التالي إن شاء الله في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فظن ولها أخوات تدخل على المبتدأ والخبر فماذا تعمل فيه؟ تنصب المبتدأ ويعتبر مفعولا به أول وتنصب الخبر ويعتبر مفعولا به ثانيا هذه هي الأفعال الناسخة حتى إذا قيل لك أخرج من الفقرة أو من البيت أو من الآية أو من أي تعبير فعلا ناسخا تكون الصورة واضحة لديك الأفعال الناسخة هي كان وأخواتها كاد وأخواتها ظن وأخواتها هذا على التفصيل والتوضيح الذي أمامك فما الحروف الناسخة الحروف الناسخة منها إن وأخواتها وقد درستها في هذه الفترة في درسين متتاليين درس كان فيه الشرح والتحليل ودرس كان للتدريب وإن وأخواتها أيضا معها درس اليوم الذي نحن بصدده لا النافية للجنس فهي حرف فهي حرف الناسخ يختص بالدخول على الجملة الإسمية فما عملوا إن وأخواتها ولا أنفية للجنس إنهما ينصبان المبتدأ يسمى هذا المبتدأ اسم إنه وأخوات أو اسم لا وترفعاني الخبر ويسمى هذا الخبر خبر إنه أو خبر لا النافية للجنس على التفصيل والفروق طبعا بين الحلين التي سوف تعرفها في هذا الدرس بخصوص لا النافية للجنس عزيز الطالب هذا التصور مهم جدا لك حتى تستجمع النواسخ كلها في لوحة تجعل الأمور في ذهنك متمايزة واضحة غير مختلطة ولا ملتبسة بعضها ببعض فالأفعال الناسخة والحروف الناسخة لأنه أحيانا يطلب منك عين حرفا ناسخا لا يقول لك إن أو لا فتعرف ما هو الحرف الناسخ عين فعلا ناسخا فتعرف ما هو الفعل الناسخ نأتي الآن إلى درسنا الذي هو لا النافية للجنس نتناوله بالشرح والتفصيل ما معنى لا النافية للجنس لا النافية للجنس تنفي خبرها عن جنس اسمها حتى نفهم هذا التعريف نسوق لكم المثال التالي حينما نقول لا مؤمن كاذب فما معنى هذه الجملة لا مؤمن كاذب معناها أننا نفينا الخبر وهو كاذب عن جنس اسم لا وهو مؤمن فمعناها أننا نفينا الكذب عن كل من يقع تحت هذا المسمى وهو المؤمن فنفينا الكذب وهو الخبر عن جنس اسم لا وهو المؤمن يعني كل من يقع تحت هذا النوع كل من يدعى مؤمنا إذن نفينا عنه الكذب فلا النافية للجنس تنفي خبرها وهو الكذب عن جنس اسمها وهو الجنس هو النوع فكل من يقع تحت هذا النوع وهو المؤمن نفينا عنه الكذب إذن قد نفت لا الخبر وهو الكذب عن جميع أفراد جنس اسمها وهم المؤمنون ما عملوا لا النافية للجنس في الجملة الاسمية التي تدخل عليها تعمل عمل إن وقد رأيت أننا جمعنا إن وأخواتها ولا النافية للجنس في تأثير واحد تنصب الاسم وترفع الخبر لكن هناك تفصيل وهناك أشياء مخصوصة تخص لنا فيه للجنس فما هي تلك الشروط تعمل عمل إن بشروط فما تلك الشروط تعال ما يا عزيزي الطالب وأرعني سمعك وانتبه معي جيدا حتى تعرف هذه الشروط وما الذي يترتب إذا انتفي شرط من هذه الشروط شروط عمل لا النافية للجنس عمل إن ما تلك الشروط الشرط الأول الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أن يكون اسمها وخبرها نكرتين طبعا هذا إذا كان الخبر مفردا الشرط الثاني أن لا يفصل بين لا وبين اسمها فاصل كأن يقع مثلا خبرها بينها وبين اسمها يعني يتقدم الخبر فيفصل بين لا وبين اسمها لا بد أن تباشر لا اسمها فلا يفصل بينها وبين اسمها فاصل هذان شرطان الشرط الثالث هو ألا تقترن بحرف الجر ألا تقترن لا أن في الجنس بحرف جر بمعنى أنه لا يدخل عليها الباء مثلا تقول بلا أو من من لا مثلا فيجب ألا تقترن بحرف الجر يجب ألا تقترن بحرف الجر هذه شروط ثلاثة لا بد أن تتوفر في لا أن في الجنس حتى نجعلها تعمل عمل إنا فتنصب المبتدأ وترفع الخبر السؤال هنا ماذا لو انتفى شرط من هذه الشروط؟ نرى إذا انتفى الشرط الأول والثاني فيبطل عملها يعني ينتفي عملها لا أثر لها في الإعراب إنما المعنى موجود أن نفي فقط ويجب تكرارها يعني يجب أن أكرر لا في الكلام وحتى يتضح هذا الكلام وهذا المقال فلا بد أن ندعمه بالمثال فهذا مثال لدينا لا بخل محمود نفينا الحمد عن كل بخل أي أن كان هذه لا أن في الجنس استوفت الشروط فهي اسمها وخبرها نكرتان لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل ولم تقترن بحرف جر السؤال هنا ماذا لو كان الاسم مثلا معرفة؟ فقلت لا البخل محمود فماذا يجب علي أن أفعل؟ أبطل عملها بمعنى أنها لن تنصب ولن ترفع يبقى الكلام وبعدها مبتدى مرفوع وخبر مرفوع ويجب تكرارها يعني لا بد أن أكرر لا مرة أخرى مثلا أقول لا البخل محمود ولا الإصراف مقبول فحينما عرفت البخل انتقض الشرط الأول لأنه جاء اسمها معرفة البخل معرف بأل والواجب أن لا يقترن بأل أن لا يكون معرفة فحينما عرف بطل عمل لا فجاءت البخل مرفوعة بعد أن كانت مبنية عن الفتحة على التفصيل الذي سوف تعرفه في العمل وكررنا لا قلنا ولا الإصراف مقبول فيمكن أن أقول لا البخل محمود ولا الإصراف مقبول ويمكن أن أقول لا البخل ولا الإصراف مقبول يعني أعطف قبل الخبر فأكل التعبيرين صحيحان مثال آخر لمثال ينتقض فيه الشرط الثاني لو قلنا مثلا لا متقاعس في الفصل فالفصل كله طلاب مجدون مهتمون بدراستهم هذه لا توفرت فيها شروط فهي عاملة عمل إنا لكن ماذا لو قدمت الخبر في الفصل وجعلته يفصل بين لا واسمها فانتقض الشرط الثاني قلنا إنه يبطل عملها ويجب تكرارها فتقول لا في الفصل متقاعس ولا مشاغب ماذا حدث؟ بدلا من أن كانت اسم لا مبنية على الفتح في محل النص لا صارت مرفوعة مبتلأ مؤخر مرفوع وكررنا لا لا في الفصل متقاعس ولا مشاغب فكررناها مرة أخرى أو تقول لا في الفصل متقاعس ولا فيه مشاغب شيء نفسه صحيح إذن عزيزي الطالب يجب أن تستوفي لا ثلاثة شروط حتى تعمل عمل إنا فإذا انتقض الشرط الأول أو الثاني يبطل عمل لا وتبقى الجملة الاسمية بعدها مبتدأا وخبرا مرفوعين ويجب تكرار لا طيب ماذا لو انتقض الشرط الثالث يبطل عملها كذلك وماذا يحدث لما بعدها يجر الاسم بعدها بهذا الحرف بحرف الجر معنى مثال نقول لا تواجه عدوك ولا سلاح معك أنه ليس من العقل وأنه يعني إلقاء بالنفس إلى التهلكة أن تلقى عدوك بلا سلاح لا تواجه عدوك ولا سلاح معك لا نفيل الجنس سلاح اسمها معك خبرها فماذا لو سبقت ماذا لو سبقت لا أن نفيل الجنس بحرف جر فنقول مثلا لا تواجه عدوك ب بلا سلاح لاحظ أن سلاح في المثال الأول الملون باللون الأصفر كانت مبنية على الفتح لأنها مفرس كما سوف تعرف في العمل لكن الآن بلا سلاح صارت سلاح مجرورة بحرف الجر الذي سبق حرف النفي لا إذن يجب أن يجر الاسم بعدها بهذا الحرف وكقولنا أيضا الجبان يخاف من لا شيء هي أصلا لا شيء يخاف منه مثلا فعندما سبقت لا أن نفيل الجنس حرف جر من أهمل أو بطل عملها وجر الاسم بعدها فقلنا شيء من لا شيء فجر الاسم شيء بمن كما جر الاسم سلاح في المثال الذي قبله بالحرف باء عزيزي الطالب هذه هي شروط عمل لا أن في الجنس عمل إنا يعني حتى تجعلها تنصب المبتدأ وترفع الخبر لابد أن تتوافر فيها هذه الشروط الثلاثة فإذا انتقض شرط عرفت كيف تتصرف في الجملة وهذا أمر مهم جدا تنبني عليه أسئلة ذكية تحتاج إلى فهم دقيق وواع الآن عزيزي الطالب نريد أن نتعرف على أشكال اسم لا وأحكامه ما أنواع اسم لا وما حكم كل نوع اسم لا له حكمان إما أن يكون مبنيا على ما ينصب به بمعنى إذا كان ينصب بالفتحة أقول مبنيا على الفتح إذا كان ينصب بالياء أقول مبنيا على الياء إذا كان ينصب بالكسرة أقول مبنيا على الكسر وإما أن يكون معرباً يعني منصوباً أقول منصوب بالفتحة منصوب بالياء بالكسرة وهكذا فمتى يكون مبنياً على ما ينصب به هذا إذا كان اسم لا مفرداً فماذا نقصد بالاسم المفرد كلمة مفرد عزيزي الطالب في النحو تأتي على ثلاثة معاني قد يراد بها الواحد أو الواحدة وهذا حينما نتحدث عن المفرد والمثنى والجمع فنعرف المفرد بأنه ما دل على واحد أو واحدة ففي باب العدد نقول المفرد ما دل على واحد أو واحدة هذا له مفهوم لكن كلمة المفرد تأتي في موضعات أخرى بمدلول آخر فحينما نتحدث عن خبر المبتدأ وخبر إنه وآخواته وكانه وآخواته نوسخ كلها وحين نتحدث عن النعت وحين نتحدث عن الحال ونقول نوع الخبر أو الحال أو النعت مفرد فماذا نقصد بالمفرد هنا؟ نقصد به ما ليس جملة ولا شبه جملة هذا مفهوم ثاني للمفرد المفهوم الثالث وهو موضوعنا اليوم نقصد بالإفراد هنا ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف وهذا المفهوم تجده في اسم لأنفر الجنس وأيضا المنادى فانتبه عزيز الطالب على مدلول كلمة مفرد فلا نقصد بالمفرد هنا ما دل على واحدة واحدة ولا نقصد به ما يقابل الجملة والشبه الجملة ولكن نقصد به ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف فانتبه جيدا مثلا لا طالب مهمل أين اسم لا؟ إنه طالب المميز باللون الأصفر ونقول في إعرابه اسم لا مبني على ماذا؟ كلمة طالب إذا نصبت بما تنصب بالفتحة فأقول مبني على الفتحة لماذا؟ لأنه مفرد فطالب اسم لا مبني على الفتح لأنه مفرد مثال لا ضديني مجتمعاني اسم لا هو ضدين ضديني مثنى فلو نصبت بما تنصب بالياء فأقول في إعرابها هنا ضديني اسم لا مبني على الياء أي مبني على العلامة التي ينصب بيها إذا نصب كذلك أقول لا مهملين محبوبون أو محترمون فمهملين اسم لا مبني على الياء لماذا؟ لأن كلمة مهملين جمع مذكر سالم لو نصب ينصب بالياء فأقول هنا مبني على الياء أي جعلته مبنيا على العلامة التي ينصب بها حينما أقول لا طالباتي مهملات فطالبات اسم لا مبني على الكسر لماذا؟ لأن طالبات جمع مؤنث سالم وإذا نصب نصب بالكسرة فأقول مبني على الكسر إذن كلمة طالب كلمة ضدين كلمة مهملين كلمة طالبات كلها جاءت مبنيها على ما تنصب به لماذا؟ لأنها مفرد وهذا هو المهم فكلمة طالب مفرد لأنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف كلمة ضدين مفرد كأني أسمع أحدكم يقول لا إنها مثنى قلت لك إن المفرد هنا مقابل المضاف والشبيه بالمضاف فطالما الكلمة التي معنا أو اسم لا ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف إذن هي مفردة فضديني اسم لا مفرد مبني على الياء في محل نصب مهملين مفرد لا تقول إنها جمع لأننا لم نقصد بالإفراد هنا مقابل المثنى والجمع نقصد ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف كذلك طالبات وإن كانت جمعا نقول إنها مفرد لأنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضافة أرجو أن تكون هذه المسألة اتضحت لديك تماما حتى لا تلتبس عليك فيما هو قادم أما اسم لا المعرب فهو نوعان إما أن يكون مضافا أو يكون شبيها بالمضاف اسم لا الذي ينصب لا نقول مبني نقول إنه منصوب مباشرة إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف تعالوا معي إلى هذا المثال لا طالب علم مهمل ما الفرق بين لا طالب علم مهمل ولا طالب مهمل طالب هنا اسم لا غير مضافة مفردة أما طالب هنا أضيفت إلى العلم طالب علم فالاسم لا هنا مضاف فنقول مباشرة إنه منصوب بالفتحة لا نقول مبني على الفتح في محل نصب نقول منصوب مباشرة كما هو موضح لديك معرب منصوب كذلك لو قلت لا كاسبي حمد خاسران كاسبي حمد اسم لا أضيف إلى حمد وحمد مضاف إليه مجروب الكسرة فكاسبي أقول اسم لا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت نونه للإضافة كما حذف تنوين طالب للإضافة فالمضاف يحذف منه التنوين والنون إذا كان مثنى أو جمع عند الإضافة فكانت كاسبي ني فلما أضيفت قلنا كاسبي حمد بحذف النون المثال الثالث لا مهملي واجبات معذورون مهملي هي مهملين جمع مذكر سالم اسم لا مضاف أهمل إلى الواجبات مهملي واجبات فلما أضيف حذفت النون لأنها كانت مهملين كما قلت فتقول في عرابها اسم لا منصوب وعلامة نصبه الياء وحذفت النون للإضافة المثال الذي يليه لا طالبات علم لاهيات لأن طالبات العلم دائما جدات في طلب العلم وحديثات على أوقاتهن فطالبات علم طالبات علم مضافة فحينما جاء اسم لا مضافة قلنا إنه منصوب علامة نصبه هنا الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم إذن حينما يكون اسم لا مضافة نقول إنه منصوب بالعلامة التي يختص بها هذا النوع من الكلام لكن مفرد أو مثنى أو جمع النوع الثالث وهو الشبيه بالمضاف ويكون منصوبا كالمضاف وأرجو أن تنتبه جيدا حتى تميز بين المضاف والشبيه بالمضاف والتمييز بينهما بسيط لو رأيتني انتباهك وأذنك وقلبك وسمعك انتبه معي جيدا وقارن بين المضاف والمضاف إلي انظر إلى هذا المثال لا طالبا علما مهمل دقق النظرة في لا طالب علما مهمل وبين لا طالبا علما مهمل طالب علما قلنا مضاف طالبا علما شبيه بالمضاف لماذا شبيها بالمضاف ولم نقل مضافا المضاف هنا ما بعده مضاف إليه مجرور الشبيه بالمضاف له علاقة بالكلمة التي بعده مثل هذه العلاقة طالب علم لكنها ليست علاقة إضافة انظر إلى علم ليست مضاف إليه مجرور إنها منصوبة فالعلاقة بينهما تشبه الإضافة لكنها ليست إضافة ولا أريد أن أخذك في مسألة عمل اسم الفاعل فهذا سوف يأتي في الحد عشر إن شاء الله حتى لا نشتت اهتماماتك لكن أرجو أن تفرق بين الأمرين المضاف ما بعده مجرور مضاف إليه الشابه بالمضاف ما بعده سوف تجده منصوبا أو مرفوعا إذا كان منصوبا فهو مفعول به وإذا كان مرفوعا فهو فاعل أو نأب فاعل الفارق الثاني المضاف ليس فيه تنوين الشبيه بالمضاف فيه تنوين المضاف ليس فيه نون المثنى والجمع بينما في شبيه المضاف سوف تجد نون المثنى والجمع كما في هذا المثال لا كاسبيني حمدا خاسران هنا كاسبي حذفت النون للإضافة أما هنا النون موجودة لأنها ليست إضافة لكن كاسبين حمدا تشبه كاسبي حمد لذلك قلنا إنها شبيهة بالمضاف ولم نقل إنها مضافة كذلك لا مهملين في واجبهم معذورون انظر هنا لا مهملي واجبات هنا مضافة لذلك حذفت نون جمع المذكر السالم لأنها تحذف عند الإضافة لكن هذا ليس مضافا فوجدت النون إذن هو شبيه بالمضاف لأنه لا علاقة مهملين في واجباتهم تشبه مهملي واجبات تشبه في العلاقة بين الكلمتين لكنها ليست علاقة إضافة لسببين كما قلت لك أولا أن اسم الله هنا منون أو موجود في نون المثنى والجمع ثانيا ما بعده ليس مضافا إليه مجرور سوف تجده منصوبا فيكون مفعولا به أو مرفوعا على التفصيل الذي سوف تعرفه في عام المشتقات يكون مرفوعا لأنه فعل أو نائب فعل المثال الأخير لا طالبات علما لا هي تقارن لا طالبات علما بلا طالبات علما طالبات هنا ليست منونة هنا منونة عدم وجود التنوين دليل على الإضافة وجود التنوين يدل على عدم الإضافة هنا علما مضاف إليه لأن طالبات مضاف هنا علما مفعول به منصوب لكن العلاقة بين الكلمتين طالبات علما تشبه طالبات علم أرجو أن تكون هذه الصورة اتضحت في ذهنك ويجب أن تكون كل نقطة وكل أمر نتحدث فيه أن يكون واضحا في ذهنك تماما حتى لا تتكاثر عليك المشتبهات فتتوه معها احرص على أن تكون كل نقطة تتناولها كل درس كل جزئية تدرسها يجب أن تكون واضحة كالشمس في نظريك أرجو أن تكون قد استطعت أن تمايز بين أنواع اسم الله ومعرفة حكم كل نوع من هذه الأحكام اللوحة مجموعة أمامك بأمثلاتها أرجو أن تعيد النظر فيها وأن تستعين بهذا على اليوتيوب فهو موجود في أي وقت يمكن أن تدخل وتستعين بهذا الدرس وتراجعه في أي وقت شئ وهذه نعمة من الله عز وجل يعني أسداها إليك فلا تضيع ولا تفرض فيها ولا تدعها تفوت بلا استفادة نأتي إلى نقطة جديدة في أنواع خبر لن نفي الجنس أنواع خبر لن نفي الجنس كأي خبر كما درست في أنواع الخبر أنواع خبر كان وأخواتها إن وأخواتها كل نفس الشيء الشيء نفسه في هذا الخبر إما مفرد أو جملة أو الشبه جملة ونقصد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة كما نبهته عليك والأمثلة لا أحدا أغيروا من الله أغير خبر لا مفرد لأنها ليست كلمة أغير ليست جملة ولا شبه جملة لا مؤمنين متباغضان فمتباغضان خبر لا مفرد طبعا مرفوع لأن الخبر مرفوع وعلى مترفعه الألف لأنه مثنى لا مجتهدات محرومات محرومات خبر لا مفرد مرفوع وعلى مترفعه الضمة هذا الخبر مفرد لأن أغير متباغضان محرومات ليست جملة ولا شبه جملة وقد يكون خبر لا جملة كما في هذين المثالين سواء كان جملة إسمية أو فعلية الإسمية لا طالب علم وقته مضيع لأن الوقت عنده أثمن ما يكون فوقته وقت مبتدأ ومضيع خبر هذه الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر لا نافية للجنس وقد يكون جملة فعلية لا زينة تفضل العقل فالعقل أفضل زينة لا زينة تفضل العقل زينة إسم لا بينما خبرها جملة فعلية هي تفضل والفاعل المستتر تقدره هي يعود على الزينة والعقل مفعول به فهذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر لا كما قد يكون الخبر شبه جملة سواء جار مجرور أو ظرف ومضاف إليه جار مجرور كقولنا لا ذل لا في طاعة الله فذل إسم لا بينما في طاعة جار مجرور في محل رفع خبر لا كذلك ظرف أقول لا يأس مع رجاء المغفرة فيأس إسم لا بينما جاء الخبر مع ظرف منصوب ورجاء مضاف إليه وهذه شبه الجملة في محل رفع خبر لا هذه أنواع خبر لا وليس فيها جديد فقد توارد عليك هذا في درس الخبر وإنه وأخوتها وكانه وأخوتها وكاده وأخوتها أيضا إلا أن كاده وأخوتها يكون خبرها دائما جملة فعلية فعلها مضالة الجزئية الأخيرة والنقطة الأخيرة في هذا الدرس عزيز الطالب هل يمكن أن نكتفي باسم لا دون خبرها أو هل يمكن أن نكتفي بخبر لا دون اسمها نرى ذلك يجوز حذف اسم لا إذا دل عليه السياق وهذا نادر يعني قليلا ما يقع فلا يبقى من الجملة إلا لا زائد الخبر فقط واسمها غير موجود وقلنا إن هذا نادر نقول مثلا زميلك يشعر بالحرج مثلا في مسألة ما فتقول له لا عليك لا عليك هنا لا نفي الجنس عليك على حرف جر والكاف في محل جر فهذا شبه الجملة جر مجرور في محل رفع خبر لا أين اسمها ليس موجودا إنما هو مفهوم من السياق هو محروج فحينما تقول له لا عليك أي لا حرج عليك فقد حذفنا حرج وهي اسم لا فإسم لا هنا دل عليه دليل وهو سياق والموقف والحال فجاز حذفه وهذا يقع نادرا أما خبر لا فأيضا يجوز حذفه إذا دل عليه السياق أيضا أو الحال وهذا يقع كثيرا أكثر من حذف اسم لا فتبقى الجملة لا النفي الجنس زائد اسمها فقط أما الخبر غير موجود مثال نقول أنت ناجح لا شك فلا نفي الجنس وشك اسم لا أين الخبر محذوف لأنه مفهوم الكلام أي أنت ناجح لا شك في نجاحك أو لا شك في ذلك فحذفت الخبر لأن الكلام السابق عليه دل عليه عزيزي الطالب إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية درسنا لا النافية للجنس باعتبارها حرفا ناسخا يدخل على الجملة التسمية فيؤثر فيها تأثيرا معينا درسنا معنى لا النافي الجنس وعملها وشروط عملها وأنواع اسمها وأحكامه وعرفنا هل يمكن أن نكتفي بالاسم وحده أو الخبر وحده عزيزي الطالب أرجو أن تكون قد أفدت من هذا الدرس وأن تكون قد أضفت إلى رصيدك من المعلومات النحوية والتدريب الذي سوف يأتي الكثير إلى درس قادم نتناول فيه التدريب على لأن النافي الجنس أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة